فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ هذا من شُكرك لربِّك لكن لا يكون ذلك على سبيل الإسراف ولا على سبيل الشُهرة ولا على سبيل الكِبر وإنَّما يكون على سبيل الاعتِراف بنعمة الله على سبيل إظهار نعمة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يُحِبُّ أن يرَى أَتَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ رواه الترمذي وصححه الألباني وقال الله عز وجل مُعَلِّمًا ومُرَبِّيَا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فشُكْرُ المُؤْمِنِ لِرَبِّهِ جَالِبٌ لِلْمَزِيدِ مِنَ النِّعَمِ وَمُثَبِّتٌ لِلنِّعَمِ الْحَاصِلَةِ فهو قيدٌ للنِّعَمِ الموجودة وصيدٌ للنِّعَمِ المفقودة فإذا شكر العبدُ ربَّه استجلَبَ النِّعَمَ التي لم تكن وثبَّت النِّعَمَ الكائنة ترجمة نانسي قنقر